اشتركوا في القناة الداء السكري وماذا تعني طبعا الكلمة الإنجليزية لداء السكري هي دايبيتس جاءت من الكلمة الإغريقية التي تعني سيفون والسيفون كنا نعرف السيفون هو شنو نزول الماء أو السائل من مكان مرتفع إلى مكان منخفض يعني بسبب اختلاف الضغط هناك نوعان من المرض يشتركان بنفس الكلمة الأولى وهما داء السكري الكاذب دايبيتس انسيبيدس وداء السكري العادي المعروف بسبب النقص أو عدم فعالية هرمون الإنسوليد شوف الكلمة نفس الكلمة دايبيتس يشتركنا بنفس الكلمة الكلمة الأولى دايبيتس انسيبيدس الداء السكري الكاذب وداء السكري هذا المعروف اللي بي نوعين أساسيين هما التايب 1 والتايب 2 النوع الأول والنوع الثاني الشغلة الحلوة هنا شن هي أنه لماذا يسميان بالسيفون بس نعرف شن ليش سموهم بالسيفون لأن كل المرضين يسببان غزارة في التبود واليورية بما يشبه السيفون يعني كأنما ينصب انصباب مثل ما ينصب السائل من مكان مرتفع إلى مكان منخفض معلومة حلوة حبيت تفيدكم بها شكرا جزيلا لكم شكرا